أهلا بكم صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله رعاه قرار رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل لجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزرات المعنية جاء فيه يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل لجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزرات المعنية النصان الآتيان المادة الأولى يعد تشكيل لجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزرات المعنية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعضوية كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات نائبا للرئيس وكيل وزارة الأشغال وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الإسكام وكيل وزارة الصحة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء رئيس مجلس أمانة العاصمة رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة دور عقاد أمانة العاصمة والمجالس البلدية ويجوز للجنة دعوة كلاء الوزارات الأخرى والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها كلما اقتضت الحاجة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة المادة الثالثة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة لذلك ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى قرار رقم 24 لسنة 2015 نصى الاعتماد ضوابط مراجعات برامج مؤسسات التعليم العالي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمتمثلة في الآتي أن يكون البرنامج مرخصا من قبل مجلس التعليم العالي أن تتم مراجعة البرنامج الموقوف إذا كان البرنامج قد تمت مراجعته سابقا ومستوفيا لمتطلبة المؤشر الأول في طار مراجعات البرامج الأكاديمية للمؤسسات المؤشر واحد برنامج التعلم ولم تتجاوز مدة إيقاف البرنامج ثلاث سنوات على الأقل على أن لا يقل عدد الطلب المسجرين فيه عند مراجعة عن خمسة طلاب للمدستير وعشرين طالبا للبكالريوس ترجمة نانسي قنقر